وبالقصر الملكي بالرباط دائما استقبل جلالة الملك حفظه الله اليوم سيد شاكيب بن موسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي قدم لجلالة الملك خلال هذا الاستقبال التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية برسم سنة 2012 وخلال نفس الاستقبال عين جلالة الملك سيد نزار بركة رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التفاصيل ذكر بلاغ للدوان الملكية أن السيد شاكيب بن موسى قدم خلال هذا الاستقبال لجلالة الملك التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة برسم سنة 2012 وأوضح البلاغ أن هذا التقرير قد تم إعداده بناء على أبحاث ميدانية وجلسات استماع واستنادا لمختلف التقارير الموضوعاتية للمجلس والتي تم إغناؤها بنقاش واسع ومساهمة مجموعة من الخبراء ويستعرض التقرير أهم الأحداث التي ميزت السنة الماضية والمنجزات التي تم تحقيقها مع إثارة الانتباه للعوائق والعرقيل التي ينبغي رفعها واقتراح السبل الكفيلة بتحقيق التقدم وكذا المجالات التي تقتضي تواخي الحذر وكل ذلك في المجالات المرتبطة بالتنمية والتنافسية الاقتصادية والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي فضلا عن مختلف جوانب الإشكالية البيئية وأشار إلى أنه تمت المصادقة على هذا التقرير من قبل الجمعية العامة للمجلس التي تتكون من ممثل الجمعيات المهنية والمنظمات النقابية وهيئات المجتمع المدني ومن خبراء وشخصيات بصفتها المهنية وخلال نفس الاستقبال ليضيف البلاغ رفع السيد بن موسى للنظر السامي لجلالة الملك نصره الله الخطوط العريضة لمشروع نموذج التنموي الجهوي الجديد للأقاليم الجنوبية مع تحديد مختلف المراحل المقبلة لبلورته وهو النموذج الذي سبق لجلالته في خطابه السامي بمناسبة ذكر المسيرة الخضراء للسنة الماضية أن وجه المجلس للانكباب على إعداده بما يتيح إقامة نموذج تنموي مندمج ومضبوط يهدف لتحقيق التفاعل والتكامل بين البرامج القطاعية وبلورة منظومة اقتصادية جهوية محفزة للنمو ولفرص الشغل وخاصة للشباب وبهذه المناسبة وبعد أن نوها جلالة الملك بالمصاري المتميز الذي انتهجه المجلس بهذا الخصوص أصدر توجيهاته السامية قصد تقديم الخطوط العريضة لهذا النموذج التنموي الجهوي ومناقشته وإغنائه خلال اللقاءات التي سينظمها المجلس مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والجمعويين ومع كافة المؤسسات المعنية وذلك سواء على مستوى الأقاليم الجنوبية أو على الصعيد الوطني وأكد البلاغ أن مواصلة انتهاج هذه المقاربة التشاركية والتفاعلية ستمكن من استكمال كل جوانب المشروع التنموي المنشود على أن يتم تقديم التقرير النهائي بهذا الشأن أمام جلالة الملك حفظه الله خلال شهر أكتوبر المقبل وقد جدد السيد بن موسى لجلالة الملك خلال هذا الاستقبال التعبير عن الإرادة القوية لكل مكونات المجلس لمواصلة مساهمتها من أجل تحقيق تنمية مستدامة تجمع بين النجاعة الاقتصادية والتماسك الاجتماعي طبقا للتوجيهات الملكية السديدة في هذا الشأن وأعلن بلاغ للدوان الملكي أنه خلال نفس الاستقبال الذي خص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله السيد شاكيب بن موسى عين جلالته السيد نزار بركة رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأضاف البلاغ أن جلالة الملك أعطى خلال هذا الاستقبال للسيد بركة توجيهاته السامية لمواصلة قيام المجلس بالمهام الاستشارية الموكولة إليه في مختلف القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتعزيز إسامه الفعال في سبيل النهوض بأوراج التنمية البشرية والمستدامة مشيدا جلالته بما يتحل به السيد نزار بركة من تجربة واسعة ومن خصال التجرد والكفاءة وبما أبان عنه من تفان ونكرن ذات وروح المسؤولية العالية في مختلف المهام الحكومية والإدارية التي تقلدها كما نوه جلالة الملك بالجهود المخلصة التي بذلها السيد شاكيب بن موسى خلال رئاسته للمجلس وبالعمل الجاد الذي قدمه بمعية كافة مكوناته وبإسامه الفعال في مختلف القضايا التي تدخل في مجال اختصاصه وذلك قبل التفرغ لمهامه الدبلوماسية بصفته سفيرا لجلالته لدى الجمهورية الفرنسية وتجذر الإشارة إلى أن جلالة الملك سبق أن تفضل بالموافقة على استقالة السيد نزار بركة من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية التي قدمها لرئيس الحكومة